اشتركوا في القناة المنتدى التشوري الحادي عشر مع اصحاب العمل انطلق من قلب العاصمة المنامة ليؤكد في كل دورة على اهمية الاستثمار في بناء الانسان والمنظومة التعليمية التي تفتح افاقا تنموية كبيرة تهدف الى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم ومركز التدريب مع اصحاب العمل لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الخريجين قبل توظيفهم مثل هذه الانشطة الحقيقة تظهر بان مجتمع البحرين بكافة قطاعاته بكافة انشطته بدأ يعطي اهمية خاصة لعملية تحقيق المواءمة الكاملة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عندما نلتقي مع ارباب العمل ونقول لهم ايضا سؤال مهم جدا شنو الوظائف التي تعتقدون مهمة جدا في العشر سنوات القادمة حتى نستطيع ان تكون برامجنا ملبية لذلك ولذلك هذه اللقاءات مهمة جدا ولكن الاهم ان يعمل بمخرجاتها استعرض المنتدى التشوري فرص تطوير المناهج التعليمية في الجامعات وتعزيزها بالمهارات اللازمة المطلوبة على ضوء احتياجات سوق العمل بهدف استيعاب الخريجين الجدد في مختلف القطاعات الانتاجية كما تمت مناقشة الجهود الوطنية الهدفة الى موأمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل دائما نحصل ان هناك فجوة ما بين متطلبات سوق العمل والمنهج التعليمية فهذه اللقاء مثل هذه يجمع الاراء ويضيق الفجوة ويمكن يسدها بعد باقتراحات اصحاب العمل طرحنا اليوم عدة افكار عدة تخصصات مطلوبة في السوق عدة برامج مطلوبة ان الخريجين من الجامعات يكونوا مؤهلين فيها خاصة وان اغلب الوظائف في سوق العمل تحتاج خبرة فذه البرامج اذا تم عرضها في الجامعات يتخرج الطالب وهو مهيئ انه دايركت يمسك الوظيفة منتديات تشاورية همة ترسم طريقا نوعيا واحترافيا يكتسب من خلالها الخريجون مهارات تتوافق مع متطلبات السوق وينخرطون في عدد من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل لتسهيل اندماج الخريجين بهذا السوق الكبير خلال هذا اللقاء فتحت ابواب عدة لتبادل وجهة النظر وايضا مناقشة التحديات والمعوقات الخاصة بهذا المجال بهدف خلق بيئة مميزة لقطاع الاعمال شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر